هلو هلو مسارو حسن ترحب بكم. اه النهاردة ان شاء الله هناخد الفراكشنز الفراكشنز اللي هي الخصوص. يعني ايه فراكشن? افراكشن افورت اوفا هو. يعني الفراكشن ده الكسر ده جزء من الواحد الصحيح. جزء من حاجة كاملة. جزء من حاجة كاملة. اوكي. افراكشن كونفس اف تو بورس. خد بالك ان الفراكشن ده بتكون من تو بورس. بتكون من جزءين. بتكون من جزءين. ممكن الجزءين دول يكونوا اد بعض فيعمللي هاو. ممكن يكون اقل شوية. ممكن يكون اقل شوية. تعال بقى ما نشوف كل جزء من الفراكشن ده اسمه ايه لما يكون الواحد ده مقسوم عندي اتنين بالضبط الاثنين قد بعض فده اسمه اهال 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 لما يكون عندي مقسوم ليه بالمنظر ده اخدنا منه بس ربع كده الربع ده او الجزء الصغران ده اسمه افورث افورث قسمناها الاربع واخدنا الجزء واحد بس من الاربع دول والبقين مع بعض عادي زي ما هم عاملين بواحد صحيحهم فده اسمه فورث فورث اه فورث اه فورث لما بدأنا ان احنا نكبر الجزء ده شوية قسمنا الحاجة دي عندي على التلاتة لقيت ان الجزء بتاعي اللي هياخده من البيتزا اسمه اثيرد 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 بنعبر عنه ازاي هنقول اه يعني وان فو والسري تحت بالمنظر ده طيب اففس اففس معناه ان الوان ده يتقسم على ها اخدنا من الفايف دول يبقى ده اسمه ايه يبقى اسمه اففس طيب تعالا كده بقى لما نشوف مع بعض هنلون الجزء ده يبقى ده فقط هم هم متقسمين اربع يبقى واحد منه بنبص على تحت ده تمام عشان نعرف التقسيمة ايه وبنبص على فوق عشان نعرف ان احنا هناخد منه واحد بس طبعا ايت ده يعني متقسمة تمانية وهناخد واحد من التمانية اه اوكي طيب يبقى ده هو البركشن عندي حاجة اسمها يعني ايه؟ يعني الرسم البياني ده مخطط بيستخدم البورز او الكولمز تشو اماونت عشان يوريني الكميات يعني مثلا عندنا المنظر ده عايز يقول لي ان انا عندي مثلا فرسم البرز انواع البرز هنا ويكاتب لي اعدادهم هنا ويبدأ يطلع كده فانعرفت منين انهما 7 دي مسلا عندي منها كام? ها? ابص عليها واروح الناحية التانية اشوفها هنا ابص عليها واطلع واروح الناحية التانية عشان اشوف العدد سوري بنطلع من تحت طب هنا ها? اطلع فوق واروح عند بتاعها لقيناهم فور. اوكي? طيب. اه 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 است في الفصل بتاعي فيه 24 students We all have a favorite zoo Animal كلنا كل واحد فينا عنده زو انامال مفضل بنزل اه 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 في اه كلاس like the line نص الفصل بتاعنا بيحبوا. يبقى نصهم كامل نصهم كام? اهو. لما رحنا عند طلعنا 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 لانهم فعلا ايه? لانهم فعلا. لما جيت اقسمهم على لقيت ان التلت اللي هم كام اللي هم ايت بيحبوا الباندا. طلعنا عندهم اهو لانهم سيكس ولو احنا قسمنا على الاربعة هتطلع فعلا السيكس. اوكي طيب. اه تعال نشوف هنا بيقول لك. هم? 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 يبقى نصها كام? نصها فور. هنروح عند الفور كده. او لا استنى دا البندز. اهو. 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 يبقى هنقسم. هيبقى فقط. ما هو هنا معلش عن قتعة له غلطة. اهو. اهو. بسهو. يبقى هنروح عند الفور. مهم. همه. هاي دي الفور اهي. مهم. انا مش كده. اوكي. طيب. ها دول اتنين هم متقسمين للمجموعة متساوية. هنقول ان دول. هم? هم نشوف كده العدد بتاعهم وننزل تحت دي واحدة يعني فوق واحد متقسمة على كام يبقى واحدة يعني فوق واحد متقسمة على يبقى طيب تعال اما نشوف دي متقسمة على كام ادي يبقى يبقى اتنين بس خلاص يبقى واحدة ومتقسمة على الثلاثة يبقى اه ثرد. اه لك فايند اند كالر. اه ها عايز ها. اهم. دي مش ها. اهي. دي ها. طبعا دي لأ. وان تو سري فور دي ممكن. وان تو سري فور دي ممكن. من اسمها فورس. طيب دي وان. نتقسمة على سري. يبقى ثرد. اوكي? اخيرا جوز انجل شوية ولد. نسمع الكلمات بقى. هاو. فورس. ثرد. اه. عندنا بقى هنا نورد ها نتكلم عن. معكم مسكرا حسن. اه. هاو. اه. ازاي نقدر نساعد الحيوانات. طبعا انا عندي هنا اليرس. ممكن تبقى وممكن تبقى وده على حسب تصرفاتنا احنا في البيئة المحيطة حوالينا. يعني لو احنا بنرمي حاجات في الارض ومش بنزرع الارض. اه. اه. في تلوص وكل الحاجات دي اكيد بتاعتنا هتبقى هتبقى زعلانة وحزينة ومتخربة خالص زي دي كبه. ولكن هتبقى امتى هتبقى لو احنا بنزرعها. لو احنا بنعمل اعادة تدبير للحاجات. لو احنا بنستخدم بنستخدم الحاجة تاني. كل الحاجات دي هتخلينا اليرس بتاعتنا هابي. طيب. تعال نشوف الحاجات اللي تخلي اليرس بتاعتنا هابي. الزراعة او يزرع الزراعة تخلي الارض بتاعتنا مبسوطة. يعني يعني الحاجة بدل ما نرميها هنعيد تصنعها. يعني مسلا اخد البلاستيك ده مسلا نسياحه ونعمل بي حاجة لعب مسلا نعمل بي اقلام مسلا اللي هي الحاجات البلاستيك اللي بتقفل قلم من بره دي وهكذا. يعني اعادة الاستخدام يعني مش عشان عندي مثلا في البيت كرسي مثلا اتقطر فنرميه. لا نعمل له نستخدمه تاني نبدأ نصلح ونستخدمه. كمان عندنا حاجة اسمها اللي هي تصنيف القمامة المفروض يعني في البلاد المتقدمة. بمعاملين كزا بسكت للتراش. آآ بسكت مسلا البلاستيك بسكت للبيبر بسكت للس. كل حاجة تترميه في مكان معين بحيس يسهل لي عملية. يسهل لي عملية اعادة التدوير. طيب. عندنا كمان من الحاجات اللي تخلي البيئة بتاعتنا هابي او الهابي ايرز. اللي هي طبعا بتعمل بتعمل تلوث كتير اوي. ده ما بيعملش اي تلوث. ايه بقى الحاجات اللي تخلي تلوث المدن. تلوث. تلوث المدن. آآ ان المدن ملوثة فيها الانهار بتاعتنا مش نظيفة او النهر النيل مش نظيف او البحر مش نظيف. كمان تلوث النهر برضو دي حاجة تخلي ال ايرز بتاعتنا انهابي. نحنا طول ما احنا ماشيين بالعربية وبيطلع منها دخان وعوادم كل ده يخلي برضو البيئة بتاعتنا انهابي. اوكي كل الحاجات دي تخلي البيئة زي ما اتفقنا انهابي. بل الحاجات اللي تخلي ال ايرز. طيب. عندنا هنا المفروض اللي احنا نقسمها لما بنيجي مثلا اللي هو عندنا في حاجات بلاستيك بلاستيك. في حاجات جلاس جلاس. وفي حاجات بايبر بايبر. اوكي. طيب. المفروض طبعا اهو هو بيقول لك هنا طيب الايل ده طبعا نوديه فيه مع البلاستيك. طيب ده نخليه مع البيبر. ديشز مع الجلاس. الجلاس مع الجلاس الخباية مع الازاز. الحاجات دي طبعا بينا جدا ان هي بلاستيك. هم? بايبر. هم? بلاستيك. هم? بايبر. اوكي. طيب. ازاي بقى نساعد الحيوانات. دايما حتى نلاقي اه بعض البوس كده على الفيس لو احنا بنفتح الفيس مثلا بطعم امه او حاجة. نلاقي دايما الناس تقول لك ايه? تعالوا ما نحط مثلا اه 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 فود او ورر فور اه بيرس مثلا عشان الضيور. فهنقول ايه? هنقول بلكونة بتاعتك فور ذا بيرس علشان اطيور. number two don't put بلاستيك in the sea. don't put بلاستيك in the sea. ما نفعش نحط البلاستيك في في البحر ما نفعش ان نبقى ماشيين مثلا ناس اللي ببورسايد ركبين المعدية مثلا او في اي بحر عموما قاعدين مثلا على البحر في اسكندرية في مرسمة تروح في اي بلد ونشرب مثلا عصير ونرمي الزيز العصير في المية طبعا ما ينفعش. يبقى don't put بلاستيك in the sea. اوكي طيب. plant flowers to help peace. كمان المفروض ان احنا نزرع الورد علشان نساعد البيز. البيز دي طبعا بتنتص حاجات معينة من الفلاورز. فالمفروض ان احنا او بتنتص الرحيق بتاع الفلاورز علشان تبدأ ان هي تعيش حتى وتكمل بقية دورة حياتها. فالمفروض ان احنا plant flowers to help peace. plant flowers to help peace. number four clean animals habitats with your friends. المفروض ان احنا نروح على ال grasslands. نروح على مثلا ممكن البامبو فورس. نروح على الفورس الزو. المفروض ان احنا clean animals habitats with your friends. اتفق معه بكوائي كده فيهم ونروح ننظف البيئة للحيوانات عايشين فيه. number five recycled glass paper and plastic. نحنا نعيد تدوير او نعيد صناعه. البلاستيك. ريسا كيك لسف بابر and plastic. فاي. تعال بقا لكان سيركل. م ام ام. بلاستيك. short trash. paper hmm fürs me لا تزير okay plant sword trash erätzen rius reais hmm pot food four طبعا هي ممكن نكتب الجملة كاملة. هنا ممكن نكتب كده يعني انا بقسم او بصنف وممكن طبعا نكتب الجملة دي اللي هي اللي هي سورية اللي هي فين اللي هو ريسايكل غلاس اه بابر ان كواستيك وممكن نحن سورت دم اي بلاينت فلاورز مهم نلونها بقا اي سورت راش اي رايد بايك غلاس هايور بلاينت باشوفكو على خير اسشان اي جانشورلو باي